اي مشاكل بعد ما مشت او حاسي ان السودان ممكن يكون بنية التحتية واضحة الان لاستقبال مثلا لو مشت دكتورة مواهب ولا مشيت انت ولا ايا كان في انه يكون فعلا مراكز تاهيل ولا هناك ما يواجهها من مشاكل او عقبات بتلاقي بعض المشاكل لكن يعني الاسرار بتاع اللي خش في المجال بتاع تعليم الهمم دي في اي مجال من التخصصات بتاعتهم الكثير دي بتلاقيهم مشاكل لكن بينتصر عليها زي شنو مثلا يعني ما بيمنحون قطع ارض عشان يبنوا فيها المراكز بتاعتهم طبعا تحتاج مثلا زل الحياجات الخاصة كان واسع يعني محتاج للمكان واسع في كادر بشري الكادر البشري الكادر البشري متوكين موجود انا بقوله بفم مليان كادر موجود في السودان حسيت اتكلمت عنه بشكلك جميل جدا انه في كادر البشري لكن الكادر البشري زي ما قالت ناهد بدون وجود اساس له وتمهيد لانه هو يشتغل فيه او جو ملائم انه يشتغل فيه ما موجود ترجمة نانسي قنقر